قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد إن حكومة نتنياهو تعرض على الإسرائيليين حربا أبدية لا فتن إلا أن نتنياهو لا يفعل شيئا لإعادة المحتجزين في غزة وطالب لبيد رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو بإنجاز صفقة إن اطلاق صراح المحتجزين فورا حتى لو كلفه ذلك أثمانا سياسية مضحا أنه كان يتوجب على الحكومة تغيير نهجها في غزة منذ فترة طويلة والاتجاه لعقد صفقة ووقف إطلاق النار